مرحبا في هذا الفيديو افضل نصيحة اذا اشتريت ايفون جديد يعني افضل طريقة ونصيحة انت تشحن البطارية بطارية لاول مرة الايفون بالكامل مية بالمية وبعدين تستنى لما تفرخ البطارية كلها او خمسة بالمية مثلا 10% ثم تشحن البطارية بالكامل لمعايرة البطارية مع الايفون احسن طريقة اذا اشتريت اذا عندك ايفون جديد تشحن البطارية بالكامل مية بالمية ثم تستقدم الايفون وتفرغ البطارية بالكامل هو على الاقل خمسة وعشة بالمية ثم تشحن البطارية من جديد مية بالمية وبعدين تكون عندك احسن بطارية اطول عمر للبطارية الايفون شكرا ارجو الاشتراك بالقناة مع تحياتي هذا ايفوني الجديد ايفون اس اي اس اي 2020 اشتريتها قبل يومين هذا الايفون طبعا اه اني شحنتها مية بالمية مية بالمية طبعا استخدمها حتى اه خمسة بالمية او سبعة بالمية وبعدين اشحن البطارية من جديد مية بالمية هكذا تكون اه عمر البطارية اطول وبطارية اه الصحية لايفون وهذا من مصدر الابل هذه المعلومات من مصدر ابل اه اه اني كتبت لهم ايميل وزودوني بهذه المعلومة شكرا للمشاهدة اتمنى الاشتراك بالقناة التحياتي شكرا للمشاهدة